شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ثلاث كلمات هذه الكلمات هي مفاتيح الفلاح في الدنيا والآخرة الكلمة الأولى هي التقوى ويكفي في عظمتها أن الله تعالى جعلها هي مقياس القرب إليه الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم فكلما كانت درجة التقوى أكثر كان قرب المؤمن إلى الله تعالى أكثر ما هي التقوى هناك قوة في داخل كل واحد منا هناك قوة علماء الأخلاق يطلقون عليها القوة الشهوية هناك قوة ثانية يطلقون عليها القوة الغضبية هناك قوة ثالثة يطلقون عليها القوة الوهمية تارة الفرد يكون هو المهيمن على هذه القوة وتارة تكون هذه القوة هي المهيمنة عليه التقوى التقوى يعني أن يكون المؤمن مالكاً لقوته الشهوية والغضبية والوهمية بداعٍ إلهيٍّ وهو الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله تعالى عليه هذا العالم كان يقول طبعاً يقول هذه الكلمة للتعليم يقول إنني أتمكن أن أتحكم في قوتي الغضبية إذا غضبت أتمكن ألا أظهر هذا الغضب ولكن السيد الخنساري رحمة الله عليه المرجع الشهير هذا وصل إلى مقام لم أصله إليه وذلك المقام هو أنه كان يتمكن أن لا يغضب يعني مر واحد يغضب ولكن لا يظهر غضب ومر واحد هيمنته على ذاته تبلغ بمقدار بحيث لا يغضب يتحكم في باطنه التقوى يعني أن يكون المؤمن متحكماً في هذه القوى الباطنية هذه الكلمة الأولى الكلمة الثانية الأخلاق ويكفي في عظمتها أنها تمثل العلة الغائية لبعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ما هي الأخلاق؟ الأخلاق عبارة عن التعامل الصحيح ضمن دوائر ثلاث الدائرة الأولى التعامل مع الذات هذه الدائرة الأولى كيف يتعامل الفرد مع ذاته؟ مثلاً أحياناً تجدون بعض الأفراد لهم حالة السخط يشكون يتألمون هذا النوع من التعامل مع الذات دائماً ناقم دائماً متأثر دائماً يلاحظ النواقص الموجودة في حياته هذا النوع من التعامل مع الذات هذه الحالة هذا المرض الخطير الذي انتشر الآن في العالم لعله ثالث مرض في العالم مرض الكآب سابقاً أنتوا كنتوا تشوفون الأفراد منشرحين حتى الفقراء مرتاح هذا المرض مرض الكآب إحدى أسبابه حالة السخط وأحياناً واحد تكون عنده حالة الرضا أول ما يقوم من النوم يفتح عينه ويقول الحمد لله الذي أحياني بعد أن أماتني دائماً يلاحظ ما أنعم الله به عليه هذا النوع من التعامل هذا النوع من التعامل تعامل السخط وهذا النوع من التعامل تعامل الرضا الدائرة الثانية تعامل الفرد مع عائلته نوعية التعامل نوعية التعامل هناك مرأة تتوقع من زوجها وتضغط على زوجها لتوقعاتها وهناك امرأة لا تتوقع من زوجها شيئاً هذا من هذا الجانب من الجانب الثاني الرجل يتوقع ويضغط على زوجته ورجل لا يتوقع ولا يضغط كلما فعلت زوجته فهو فضل منها فضل غير الواجبات طبعاً هاتان حالتان أخلاقيتان متضادتان قبل حوالي ثلاثة أشهر تقريباً توفيت امرأة أنا ذهبت إلى زوجها لتعزيته فكان هذا الرجل الطاعن في العمر اللي عاش مع زوجته حوالي ستين عام كان يبكي تأثراً من فقد زوجته عاشر الناس معاشرةً إن عشتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم كان يبكي ويقول إن زوجتي هذه ما كانت تطلب في حياتها مني شيئاً أبداً كل ما كنت أقول لها أنه ماذا تحتاجون ماذا تريدون ماذا أوفر لكم كانت تقول لا أطلب شيئاً وكان يقول بين فترة وأخرى كانت تخاطبني وكانت تقول هل أنت راضٍ عني أو مراضي عني النبي الأعظم على أن لا يطلب من أحد شيئاً أي شيء لا تطلبون حتى إذا كنت على هذا الجانب من المائدة والماء في ذلك الجانب الثاني لا تطلب الماء أعطني ماء أن الأولياء العباد الصالحون كانوا يقومون ويدورون حول المائدة ويشربون الماء النبي صلى الله عليه وآله في حديث آخر ضمن لجماعة الجنة بشروط ومن هذه الشروط ألا يطلب من أحد شيئاً حقيقة لاحظوا حياة عائلية الرجل لا يتوقع من امرأته شيئاً إطلاقاً وكل ما عملت فهو فضل منها إذا طبخت هذا تفضل منها وإمرأة لا تتوقع من زوجها شيئاً إذا عمل شيئاً فهو فضل إلا في خدود الواجبات طبعاً كيف تكون هذه الحياة العائلية ألا تكون حياة سعيدة قد قبل الآخرة وقبل الجنة الدنيا تكون دنيا سعيدة الدائرة الثالثة التعامل كيفية التعامل مع المجتمع نتعامل مع المجتمع برفق، بلين، بمدارات، بخشونة التعامل، نوعية التعامل الصحيح في هذه الدوائر الثلاث يقال له الأخلاق هذه الكلمة الثانية الكلمة الثالثة والأخيرة الخدمة أكو بعض الأفراد عدهم روح الخدمة وهناك بعض الأفراد ما عدهم هذه الروح واحد ينبغي أن يوجد في ذاته هذه الروح روح الخدمة أن يقدم شيئاً أنتوا عندما تتشرفون إلى حرم كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم تشاهدون المسجد الأعظم المسجد الأعظم بناه السيد البروجردي رحمة الله عليه هذا المرجع المعروف طلب تاجراً السيد البروجردي قال لذلك التاجر إني أريد أن أبني مسجداً فكم تتبرع لهذا المسجد قال بنصف المبلغ قال السيد البروجردي رحمة الله عليه وكم تقرضني قرض قال النصف الآخر وبني هذا المسجد يعني القرار في خلال عدة دقائق السيد البروجردي مات رحمة الله عليه ذلك التاجر مات ولكن هذا الأثر باقي وتشاهدونه وفي كل يوم الآلاف من طلبة ولو بمقدار القضية تحتاج إلى همه وتحتاج إلى إراده وتحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات الثلاث مفتاح الفلاح في الدنيا والآخرة الكلمة الأولى التقوى الكلمة الثانية الأخلاق الكلمة الثالثة الخدمة كل بمقداره أنتم الآن ضيوف على كريمة أهل البيت صلوات الله عليه وفيما بعد إن شاء الله تكونون ضيوفا على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه نحن عندما نذهب إلى أهل البيت صلوات الله عليه يجب أن نعرف أن مقاليد الكون بأيديه الله تعالى أعطاهم الولاية التكوينية كل واحد مننا له حاجات له حاجات دنيوية له حاجات أخروية له حاجات شخصية له حاجات اجتماعية واحد ينبغي أن يعرف مثل ما ترحون إلى واحد تعرفون أن نحل مشكلتكم بيده كيف تذهبون إليه وكيف تخاطبونه هكذا ينبغي أن نذهب إلى أهل البيت ونخاطب أهل البيت ونتوقع من أهل البيت لأنهم كرماء كرمهم شعبة من كرم الله سبحانه وتعالى الذين ذهبوا بهذه الروحية وبهذه الحالة كثير منهم أخذوا ما يريدون الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه الذي حدثناكم عنه في البداية ينقل هذه القضية يقول كانت هناك امرأة مصابة بالمرض الخبيث والعياذ بالله أجاركم الله وأجارنا جميعا المرض الخبيث كثيرا ما لا يكون له علاج من الناحية الطبية هذه المرأة توسلت بأمير المؤمنين صلوات الله عليه وطلبت منه الشفاء في ليلة من الليالي رأت الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في عالم الرؤية الإمام أمير المؤمنين قال حاجتك عند الإمام الرضا أطلبي منه الحاجة هذه المرأة توسلت بالإمام الرضا صلوات الله عليه في ليلة من الليالي أو في يوم من الأيام رأت الإمام الرضا في عالم الرؤية وقال تأخذين هذا الشيء وتضعينه في مائع هذا المائع يتحول إلى خل اشرب منه ففيه الشفاء هذا في عالم الرؤية هذه القضية تكررت كثير أنه واحد في عالم الرؤية يأخذ شيء من أهل البيت عندما يقوم في عالم اليقظة يجد ذلك الشيء بيده هذه المرأة قامت من عالم الرؤية فوجدت تلك المادة في يدها أخذت هذه المادة وضعتها في مائع الشيخ مرتضى الحائري كان يقول مثلا شاي خفيف هذا الشكل كان يقول هذا المائع هذا الشاي الخفيف مثلا تحول إلى خل وشربت منه وشربت منه مقدار وشوفيت تماما اللهم صلى على محمد وعالمه الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه يقول أنا كان في وجع وآلام في الرجل وتناولت وتناولت شيئا من هذا الخل فشوفيت رجلي أيضا وهذه القضية من المسلمات لأن الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه الذين يعرفونه يعرفون كم كان في صدقه ووثوقه الكثيرون أخذوا حاجاتهم من أهل البيت صلوات الله عليه كان عندنا جار في الكويت هذا تزوج ومرت عليها أعوام طويلة ولم يحصل على ذرية طبعا تعلمون أن هذه المشكلة مشكلة ضاغطة كانت امرأة هذه ما كان عندها ذرية كانت تقول كل يوم عندما زوجي يطلع من البيت أنا أجلس في البيت وأبكي طويلا لأنه ما عندي ولد في البيت هذا الذي كان جارنا مضت عليه خمسطعش عام ولا ذرية له ثم ذهب إلى عقيلة الهاشميين زينب الكبرى صلوات الله عليها وتوسل بها وعاد إلى الكويت والله سبحانه وتعالى ببركة ذلك أعطاه ذرية مباركة سبحانه وعاد أنتم الذين قطعتم هذه المسافات الطويلة بهذا الأمل وبهذا الرجاء الرجاء في كرم كريمة أهل البيت صلوات الله عليه والأمل في رأفة الإمام الرؤوف صلوات الله عليه عندما تدخلون الحرم تخاطبون الإمام وتخاطبون كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم على يقين من أنه بكلمة واحدة يمكن أن يتغير كل شيء الله تعالى يقول إنما أمره يعني أمر الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون العلماء يقولون الله لا يحتاج إلى كلمة كن هي الإرادة الإلهية كافية كذلك أهل البيت الله سبحانه وتعالى منحهم هذه القدرة بكلمة كن واحدة إن شاء الله تأخذون جميع حوائجكم الدنيوية والأخروية والشخصية والاجتماعية وفي مقدمة الحاجات الاجتماعية طلبوا تعجيل الفرج لسيدنا ومولانا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه في الحديث الشريف وأكثر من الدعاء بالفرج فإن فيه فرجكم إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شهرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات اشترك 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 اشترك